موسيقى مساء الخير مشاهدين اهلا بكم في الفقرة الطبية من سيداتي انيساتي ودلوقتي نتكلم عن مشكلات كتيرة جدا بتهم الشباب مشكلة طبعا حب الشباب بيعينوا منها ناس كتيرة جدا حتى يمكن مش في عمر كمان فترة الشباب في عمر يعني كل اعمار تقريبا هنتكلم عن حلها النهاردة وكمان تشققات وتصبغات للناس كتيرة كمان بتعاني منها مش بس كده في مشكلة التشققات احنا قلنا التشققات والتصبغات في مشكلة كمان بيعينوا منها السيدات السلوليت في علامات التمدد بعد الضايت او بعد طبعا الحمل ومشكلة كمان السيدات اللي بتعاني من مشكلة ترهل في عضلة المهبل بعد الولادة الطبعية المتكررة هنعرف كل حل المشاكل دي مع الدكتورة المشرفة هنا في الستوديو دكتورة حنان الحسيني المدير الطبي لمجموعة شركات قول بيوتي اهلم بيك يا دكتور اهلم بيك يا ناس ازاكي حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله وطبعا يعني الاحمر عليك يا جميل ربنا يخليك يعني صلايك وزي الامر كالعادة دكتور خليني نبتدي او بداياتا نتكلم عن حب الشباب احنا عايزين نعرف طبعا زي صابونة كالوليت معنا اول منتج بيحل مشكلة حب الشباب بس بداياتا عايزين نعرف حب الشباب اصلا بيجي من ايه؟ اه تمام هو حب الشباب عبارة عن تراكم الخلايا الميتة اللي هي الديدسلز مع الدهون اللي هي افرازات الغدة الدهنية السيبيام جلانز ده بيقفل مسام البشرة وبيكوني حب الشباب حب الشباب اسبابه كثيرة جدا من اهم او اهم سبب لتكوين حب الشباب هو السبب الهرموني اللي هو تغيرات في الهرمونات في جسم الانسان بيقدي الى زيادة افراز الغدة الدهنية للدهون فده بيقفل مسام البشرة وبيكوني حب الشباب في عندنا سبب تاني لتكوين حب الشباب وهو السبب البكتيري وجود بعض البكتيريا اللي هي بتسبب حب الشباب اللي هو الأكني كمان بنلاقي فيه أسباب اللي هي العوامل الخارجية أن الوحدة بتحط مثلا مستحضرات تجميل ميكب وتفضل فترة طويلة فده بيقفل مسام البشرة بيكون لحب الشباب فيه بعض العلاجات زي الكورتيزون الكورتيكوسيرويدز الناس اللي بتاخد علاجات الكورتيزون بتبقى أكثر عرضا يكون عندهم الأكني أو حب الشباب فيه عندنا الجيناتيك فاكتورز أو العوامل الوراثية من أهم الأسباب اللي يعني لو الأب أو الأم أو العم أو الخالة عندهم حب الشباب فده بيبقى الشخص أكثر عرضا أنه بتكون له حب الشباب بالنسبة ليه أنواع حب الشباب احنا عندنا تلات أنواع أساسية أول نوع اللي هو الكوميدنز اللي هو النوع البسيط الفاري سامبل اللي بيبقى بيتكون حبوب بيضة أو سودة بتبقى بسيطة وشكلها بسيط بيكبر شوية النوع ده وبندخل فيه المرحلة الثانية اللي هي بتبقى عبارة عن دمامل الحباية بتكبر شوية فبيبقى جواها البس أو الصديد تالت مرحلة وهي أكبر مرحلة بقى أو أخطر مرحلة ودي طبعا نحن بنقول دايما نعالج حب الشباب قبل ما يوصل للمرحلة الثالثة لأن المرحلة الثالثة دي بتبقى صعبة ولو اتعالجت بتسيب أصار حب الشباب وهي السيستيك تايب أو التكايوسات الدهنية فده الدم النفسه أو الحباية بتكبر قوي وبيكون لي السيستيك تايب من أهم خطوات العلاج في حب الشباب هو الفيشي الووش اللي هو الغسول الوجه صابونة كالوليت هي اللي بتمثل عندي غسول الوجه اللي بيقدر أنه يعالج حب الشباب اللي موجود وكمان بيقي من تكوين حب شباب جديد يبقى أنا عندي الفيشي الووش بتاعي اللي هو صابونة كالوليت الغسول الوجه ده بيعتبر حاجتين علاجي ووقائي فبنقول دايما أن برضو صابونة كالوليت لها استخدام آخر من إحنا بنتكلم على استخدام الصابونة بيبقى لها استخدام آخر لبعض الأشخاص اللي بتعاني من الاكساسف سواتينج أو مرض زيادة إفراز الغودة العرقية اللي هي السوات جلانز اللي هي زيادة التعرق فعلا يا ناس دي بتبقى مشكلة جمدة جدا بتواجه الناس أنه ممكن لما بيقوم بأي مجهود بدني حتى ولو بسيط جدا بنلاقي إنه بيعرق وطبعا العرق بينتج عنه ريحة كريهة بينتج عنه أنه ممكن ما بقاش مرتاح أو كده فهنا بنلاقي أن صابونة كالوليت بيقدر الشخص لو هو استخدمها أخذ بيها شاور الصبح أو في أي وقت يعني ياخد بيها شاور لمدة 48 ساعة أو 48 ساعة بقدر أن أنا أحمي تماما الجسم من رائحة العرق وكمان حب يعني فيه بيبقى فيه حبوب في كل معطق الجسم ومش بس البشرة مظبوطة وفعلا حب الشباب مش بس بيبقى في منطقة الوجهة وممكن يطلع في الجسم في منطقة البكيني في السيدات في الدرعات وممكن في منطقة السدر في الظهر طبعا دي من أشهر الأماكن فبنقدر أن احنا برضو ناخد شاور بيها ما فيهاش أي مشكلة بتقدر أن هي تعالج حب الشباب وكمان تعالج الأكساسي في سواتينج أو الزيادة التعرق حابين برضو أن واري المشاهدين ترخيص صابونة كالوليت معنا على الشاشة بس قولي لي يا دكتور هي بتحتوي على إيه؟ تمام أول حاجة عندنا من أهم مكونات صابونة كالوليت هو زيت شجرة الشاي اللي هو التي تري أويل ده بيبقى ليه أنتي بكتيري الأفكت أو تأثير مضاد للبكتيريا بيقتل البكتيري اللي بتسبب حب الشباب في عندي السليساليك أسد اللي هو حمض السليساليك ده مقشر لطيف جدا على البشرة بيأشر لي الطبقة الخارجية من الجلد فبالتالي الطبقة الجديدة بتبقى غنية بالإلسان والقالجين ما بيقاش فيها أي حب شباب أو أصار حب شباب في عندي كمان الزينك أوكسايد أو أكسيد الزينك وده بيشتغل بثلاث طرق أنه مضاد للأكسادة بينظم إفراز الغدة الدهنية للدهون في عندي مضاد للتهاب لو أنا وشي فيه حبو فيه عامل التهاب أو إحمرار بقدر أن أنا أعالجه بالزينك أوكسايد لأنه مضاد للتهاب بيقللي للتهاب بيقللي الإحمرار حتى معروف أن الأكسيد الزينك بنستخدمه في التهاب حفظات الأطفال فهو موجود في السابونة فيه كمان أنه بيعتبر واقي للشمس بيقدر يقي البشرة من أشاعة الشمس الفوق بنفسجية اللي هي الألترا فيلوتريز فيه عندنا زيت جنين الأمح مجموعة فيه توليفة متكاملة من الزيوت اللي بتبقى ريحتها حلوة اللي بتقدر تقتل بكتيريا بتسبب ريحت العرق اللي هي زيت اللافندر زيت القرومفل وزيت الزعتر كده خلصنا من مشكلة حب الشباب خرينينا ندخل على مشكلة التشققات طبعا الناس كتيرة جدا بتعاني منها خصوصا إحنا في الشتاء في الشتاء بيعاني منها كتير ومشكلة كمان التصبغات معينا لوشن وايت ولو كمان بيعالج المشكلتين دول بس ازاي برضو بيعالج ده مشكلة التصبغات بتيجي ازاي يا دكتور؟ تمام هو عادة احنا دايما بنقول يا ناس ان الصابونة بتستخدم لعلاج حب الشباب وعندنا بعدها بياليه لوشن وايت ولو لعلاج التصبغات احنا هارفين ساعات حب الشباب حتى اتعالج بيسيب أثار اللي هو لو كان من النوع التالت اللي احنا بنقول عليه اللي هو السيستيك تايب بيسيب أثار حب الشباب بتعمل لون فاحنا دايما بنتبعه العلاج يعني بيتبع باللوشن وايت ولو بعد استخدام السابونة اساس انه بيقدر انه يعالج اي تصبغات جلدية اي بقع دكنة هالات سودة تحت العين ساعات بيبقى فيه النمش الكلف اي مشكلة منطقة كاملة على بعضها عايزة فتحها زي الاندر ارمز او منطقة اللي هي بتحت الابت في السيدات او منطقة البكيني في السيدات فبيبقى فيه اماكن معينة بتبقى كلها عايزة افتحها عايزة اعمل توحيد للون البشرة لانه فيه ساعات نقاط غمقى ساعات بيبقى هنا مثلا غامق هنا غامق ساعات هنا بالزبط فاحنا بنقول ان اللوشن وايت ولو بيجيب نتيجة هيلة جدا في علاج اي تصبغات جلدية في توحيد لون البشرة هو بيقدر يعمل كده عن طريق مكوناته ومكوناته طبيعية 100% ما فيهوش اي قلق لو فيه ناس مثلا بتبقى مقلقة من الحاجات اللي بتبقى صعبة مثلا في انه بيبقى دواء او داخل فيه اي ادتفز او كده ممكن تعملهم حساسية احنا بنقول اللوشن وايت ولو هو مكوناته طبيعية 100% اول مكون من مكوناته هو الليكرش اكستراكت ده مكون طبيعي 100% بيشتغل على مادة الميلانين احنا عارفين ان اي بقع دكنة او تصبغات جلدية بنتيجة لزيادة افراز الجلد للميلانين بيقدر اللوشن وايت ولو بمكوناته اللي هو الليكرش اكستراكت وحمض الكوجيك بيقدروا انه يرجعوا مستوى الميلانين لمستوى الطبيعي فبالتالي انا بفتح كده لو المستوى الميلانين هو المسؤول عن انه يعمل بقع دكنة انا لما برجع الميلانين لمستوى الطبيعي فبالتالي المنطقة بتفتحها بالتالي بقدر اوحد لون البشرة فاحنا دايما بنقول انه اللوشن وايت اللي هو طبيعي زي ما بنقول 100% فيوش اي قلة كمان بنقول انه بيعالج زي ما انت قلتي التشاقق ايه لانه ليه تأثير مرتب حلو جدا اللي هو الامولينت افاكت وده المسؤول عنه مجموعة من الزيوت بتوليفة متكاملة من الزيوت في اللوشن هي زيت السيليكون زيت البارافن فيتامين اي وفايتامين سي وكمان زيت جنين الاعمى تخالي كل ده يا انيس موجود في عبوة وايت ولو كل المكونات اللي احنا قلناها موجودة في وايت ولو اللي بيقدر انه يعالج زي ما قلنا التصبغات الجلدية والهالات السودة النمش الكلف اي منطقة غامقة عايزة افتحها او كمان نو بيدي تأثير مرتب للتشاققات اللي هي بنسميها بالميديكال اكسبراشن اللي هو الاسكين كراكس اي تشاققات بقى سواء كان في الكوع او في الرجبة او في الكعبين طب خلينا برضو نشوف عشان نطمن سيدة مشاهدين معنا التصريح لوشن وايت ولو حابين برضو نعرف مشكلة تانية او ننتقل لمشكلة تانية اللي هي السلوليت ناس كتيرة قوي بتتدايق من شكلها ما بتقدرش تلبس يا دكتور صح وخصوصا برضو مشكلة تانية اللي هي علامات التمدد ما بتقدرش تلبس اللي هي عايزة بتعمل لها حرج يعني بعد حتى عمليات جراحة السمنة بيحصل طبعا معرفش تمدد للجلد وحضرتك هتقول لنا صح نعرف برضو كل ده اسبابه ايه تمام ايه في مشكلة فعلا كبيرة قوي ايناس هي السلوليت ودي مشكلة بتقرد كتير جدا من السيدات اللي هو ان الجلد بيبقى طالع احنا عزين بس نعرف لستاذ مشاهدين ايه سلوليت لان مش كل الناس عارفها السلوليت ده بيطلع عادة في الارداف بيبقى عبارة في الارداف من الخلف بيبقى عبارة عن ان الجلد طالع نازل فبيبقى زي فيه تمويجة كده ما بتبقاش طبعا مقبولة بالمرة زي ما انتي بتقولي ما بتبقاش الست عندها واسقة من نفسها مش عارفة تلبس ده اللي احنا بنسميه ده نقص فيه الاستيسي او المطاطية بتاعت الجلد فدي بتبقى مشكلة جامدة جدا فبنبتدي احنا نحلها باستخدام كريم سكروفاد كمان فيه مشكلة تانية بيحلها سكروفاد هي علامات التمدد الجلدي او الستريتش ماركس الستريتش ماركس او علامات التمدد الجلدي هي الخطوط البيضة اللي هي بتبقى في الاول اول ما بتتكون في بداية تكوينها بتبقى خطوط وردية اللون بعد مرور فترة بتتحول للون الابيض اللي هي بتبقى الخطوط البيضة طبعا بيبقى شكلها وحش جدا غير مقبول بالمرة بتبقى اكتر الاماكن هي الدراعات ممكن في البطن في السيدات الحوامل طبعا ممكن بنلاقيها في منطقة السدر او في منطقة الارداف او في الرجل من تحت فهي الفكرة ان الستريتش ماركس او السلوليت هما مشكلتين كبار جدا بيقدر سكروفاد ان هو يقدر يحلوهم عن طريق انه بيدي الجلد المطاطية اللازمة انه يقدر يعالج هذي الاعراض او هذي الامراض زي ما بنهوها مرق طبعا لانه هو حاجة غير مقبولة كريم سكروفاد بيكونه ايه تمام احنا عندنا دلوقتي ان الستريتش ماركس او السلوليت بقى فيه نقص فيه الالستيسي نقص في الالستن والكولوجين فانا سكروفاد عنده غني جدا بالالالستن والكولوجين اللي نقصه كان مسبب لي مشكلة الستريتش ماركس والسلوليت فيه الالستن والكولوجين بيور اللي هو بتوصل نسبته لـ 80% او 85% فيه كمان حاجة تانية في سكروفاد مهمة قوي هي الالانتاين دي مادة الالانتاين مادة بتقدر ان هي تقشر الطبقة الخارجية من الجلد فالطبقة الجديدة بتبقى غنية جدا بالالستن والكولوجين كمان بيقدر سكروفاد فيه الجريف روسيد اكستراكت او مستخلص بزرة العنب ودي بتبقى مادة بتقدر ان هي تقلل الانزايمز اللي بتقصر الالستن والكولوجين اللي موجود اصلا في الجلد فبالتالي انا بقدر ازود الالستن والكولوجين اللي انا محتاجيه عشان اعالج الاعراض بتعطي سواء كان ستريتش ماركس او سلوليت ب3 طرق اول طريقة هي الالستن والكولوجين البيور اللي موجود عندي في المنتج تاني طريقة هي الجريف روسيد اكستراكت اللي بيقلل الانزايمز اللي بتزود اللي بتكسر الإلسين والكوليجين موجود في الجلد فبالتالي أنا بعلي الإلسين والكوليجين موجود أصلا في الجلد وتالت مكون عندي هو الألانتوين ودي مادة بتقدر أن هي تأشر تماما الطبقة الخارجية من الجلد فالطبقة الجديدة بتبقى غنية جدا بالإلسين والكوليجين نتائج وهيلة جدا جدا في علاج السلوليت نتائج وهيلة جدا برضو في علاج الستريتش ماركس بتوصل نسبتها طبعا الخطوط البيضة بتوصل نسبتها لـ 80% أو 85% لو هي في بداية التكوين اللي هي خطوط حمراء بتوصل نتيجة نسبة العلاج لمية في المية طيب بنشوف حتى بعد قدقين يعني نقدر نقول لو نقول السلوليت بعد قدقين نشوف نتيجة وبعد كمان تمام احنا بنستخدم السكروف هاد مرة الصبح ومرة بالليل على المنطقة المصابة سواء كانت سلوليت في خلال أسبوع من الاستخدام بلاحظ بتحسن ملحوظ جدا في خلال ثلاث أسابيع بنوصل للنتيجة المطلوبة اللي هو أنا ما ببقاش محتاجة أن نستخدم الكريم ده تاني طيب خلينا برضو نشوف نطمن مشاهدينا ونحط طبعا ترخيص كريم سكروف هاد هيبقى معنا دلوقتي حالا على الشاشة وزي ما احنا قولنا دايما بنقول ممنوع نحط حاجة على جسمنا يا جماعة إلا ما نكون متأكدين منها طبعا وخلينا طبعا نشوف مشكلة تانية تمام مشكلة بعد السيدات اللي بيولدوا كتير قوي بالولادة الطبعية بيحصل لهم طبعا تراول في عضلة المهبل تمام حابين نعرف غسول النايرينا تمام والفطريات وكمان الرائحة الكريهة نعرف احنا هو ثلاثة في واحد تمام نعرف بقى ازاي بيحل المشكلة دي هو منتج نايرينا هو المنتج الوحيد يا ايناس اللي موجود في الماركت بيعالج مشكلة الترخل لعضلة تناسولية في الجهاز التناسولي الانثوي أو ترخل عضلة المهبل الاول عايزين نعرف ايه الديفينيشن او ايه يعني ايه هي اعراض عضلة المهبل لما بيحصلها تراهل تراهل عضلة المهبل دي بتبقى نتيجة ليه زياء قصرة الولادة الطبيعية لما بتبقى السيدة خلفت مرة اثنين وثلاثة فبيصل تراهل في عضلة المهبل بتلجأ طبعا ليه عيادات الدكاترة علشان تقدر ان هي تتعالج هذه المشكلة سواء كان مثلا بجلسات ليزر او بعمليات الربط ودي طبعا بتبقى مشكلة كبيرة جدا لان هي بتبقى مكلفة من الناحية المادية مكلفة من الناحية في بعض الناس بيبقى عندهم يعني الجنرال انثيزيا او المخدر العام بيبقى عندهم مشكلة منه وفي حساسية مثلا وخوف ان انت تدخلي عملية عملية جراحية دي كمان ليه رعب ايو بالزبط فيه كمان بتحتاج فترة نقاها في بعض السيدات بعد العملية طبعا مش بتقدر تقوم بتروح الشغل او بالزبط فبنلاقي ان منتج او غسول نايرينا بيقدر يدي نفس نتيجة العملية الجراحية بالزبط بس في وهي قاعدة في البيت طب بعد قد ايه بقى نقدر نشوف ان هي حسد بفرق هي من شهر لثلاث شهور يعني في ناس من شهر على حسب طبعا عدد مرات الولادة الطبيعية بتفرق لو كانت مرة او مرتين او ثلاثة على حسب بس هو مني بعد ثلاث شهور من المواصبة في الاستخدام انا خلاص بتبقى زي نتيجة العملية بالزبط طب احنا قلنا ثلاثة في واحد التاني المشكلة التانية برضو اللي بعالجها للتهابات البكتيريا الفطريات طبعا دي مشكلة بتواجه حتى الانيسات مش بس السيدات مزبوط هو فعلا عندنا مشكلة ان البكتيريا بتهاجم منطقة المابل فبتسبب التهابات او احمرار او حكة طبعا دي بتبقى مشكلة جمدة جدا عند بعض السيدات مش بتسبب لها طبعا يعني بتسبب لها عدم راحة بتبقى لانا بتبقى مش عارفة تعمل ايه فبنقول ان نايرينا بيقدر يخلصها تماما من الاعراض اللي هي الالتهابات او الاحمرار او الحكة عن طريق مادة الترايكلوزان اللي موجودة في الغسول مادة الترايكلوزان هي انتي بكتيريا الانتي فانجل برود سبكترم اللي هي مضادة للبكتيريا مضادة للفطريات واسعة المدى بتشتغل على ويد رينج مجموعة كبيرة من البكتيريا والفطريات اللي بتسبب الاعراض الغير مرغوب فيها اللي هي زي ما قلنا الالتهابات او الحكة او الاحمرار زي الكانددا زي الترايكومونز بتقدر تعالج كل الكلام ده وده بيبقى التأثير بتاعه الناس بيبقى on the spot اول ما بتستخدمه بعد ما بتستخدمه بالزبط في يوم او في خلال يومين بنلاقي النتيجة المطلوبة انه خلاص ما بقاش عندها التهابات او احمرار او اي مشكلة تالت برضو حاجة بيعملها غسولنا يرينا احنا قلنا كده اتنين التالتة بقى هي انه بيقضي تماما على البكتيريا اللي بتسبب الرائحة الكريهة والافرازات الغير مرغوب فيها عندنا مستخدص الورد والنعناع اللي هو الروس اكستراكت والمنتول المادتين دول بيقدروا انه هما يقتلوا البكتيريا اللي بتسبب الرائحة الكريهة او الافرازات الغير مرغوب فيها وكمان في مادة تانية مهمة جدا في النايرينا هو الكاموماين الكاموماين دي مادة بتحافظ على درجة الرطوبة او الهايدريشن بتاعة الفاجينا ان هي تبقى من 3 و 8 ل 4 ونص اللي هي البي اتش او درجة القلوية فانا لو انا حافظت على درجة القلوية او البي اتش بتاعة الفاجينا ليه الرينج ده من 3 و 8 ما تقلش عن 3 و 8 وما تزيدش عن 4 ونص انا كده بحصن منطقة المهبل من مهاجمة اي بكتيريا او فتريات ممكن تسبب لي اي مشاكل فبنلاقي ان نايرينا هو زي ما بنقول علاجي وكمان وقايا اه وكمان وقايا بس مثلا لو قلنا مشكلة البكتيريا والفتريات بنشوف النتيجة في ساعتها تمام طب يعني كمان المشكلة الرائحة الكريهة كمان نفس النتيجة اه on the spot على طول في خلال يومين اه لكن موضوع شد تراهل العضلة المهبل نتيجة لوجود الالوفيرا اكستراكت اللي هو خلاصة الالوفيرا المعالج الطبي ده بيفضل من شهر زي ما قلنا لتلت شهور بس بيحمينا بياخد وقت اه بس هي نفس نتيجة بالزبط العملية الجراحية فبالتالي انا بوفر في الفلوس بوفر في الوقت وبيديني نفس النتيجة وانا قاعدة في البيت طب خلينا نشوف تماما الترخيص ده سولنا يرينا معنا حالا مع الشاشة تمام وزي ما انتي قلت قبل كده انه لازم برضو ان نطمن كل الناس وكل المنتجات مرخصة تمام طبعا حابين نعرف كمان العروض اه وانتي حابة تقولي ان فيه عروض باول السنة تمام اه كل السنة وانتي طيبة انيس وطبعا كل السادة المشاهدين طيبين احنا فعلا عاملين عروض هيلة جدا بخصومات تصل ل25% والكمية محدودة جدا جدا بس السادة المشاهدين اللي حابين اتلوبوا اي منتج من منتجاتنا بيتصلوا على الارقام اللي ظهر على الشاشة بيوصلهم المنتج لحد باب البيت في اي محافظة من المحافظات وحابين برضو النواء يا اناس ان كل منتجاتنا منتجات كل الجمال هي منتجات حصلة على تصريح وزارة الصحة المصرية ان هي approved by Egyptian Ministry of Health بحيث ان احنا ما يبقاش فيه اي قلق من اي عميل ممكن يكون مقلق مثلا الحاجة ما تبقاش طبعا حصلة على تصريح الوزارة وده بيبقى مكتوب على العبوة اكيد لازم نبقى متطمينين ومش حاطين اي حاجة مش عارفين مصدرها ايه على وشنا او على جسمنا انا بشكرك جدا يا دكتور مرسي او يا اناس نورتين حاببتين مرسي جدا وطبعا لازم نشوفك تاني اكيد ربنا اي خليك مرسي مش عايدينة بشكركم جدا لمتابعتكم النهاردة اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بكل فقرات سيداتي انساتي واشوفكم طبعا في حلقات جاية كتير مع سيداتي انساتي شوفكم على خير وفي رعاية اللق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة